اليوم الرابع لمعرض القارئ العاشق للروايات والمعرفة بكل أصنافها وما زال في عطلة أسبوعية يستقبل المعرض روائيين شباب من بينهم صاحب الرواية الأكثر مبيعاً في داري المثقف والتي خاطر صاحبها حين دخل لعالم الأرض المجوفة عبد الرزاق طوهرية ورواية شيفا رواية شيفا تحتوي على جملة خصبة من الملفات السرية المحملة من الأنترنت المظلم هذه ملفات وزعت على 16 فصلاً تحمل في جوها ما يبرز أن تاريخنا مزيف دخولي إلى الواب المظلم كان منذ حوالي أربع سنوات قبل أن أبدأ ككاتب وقد تجلى ظهوره أول مرة في رواية شايتين بانكوك التي عرفت بها عن ما يجدها الواب المظلم والواب العميق بسنفه أيضاً جاءت رواية شايتين بانكوك تعريفية للواب المظلم حتى يتسنى للقارئ فهم ما تجده رواية شيفا وأيضاً جزء ثاني لرواية شايتين بانكوك الذي أنا بصدد كتابته حالياً قبل أن نأتي إلى جلسة توقيع التي هي مخصصة اليوم جميع النسخ نفذت في اليومين السابقين مضطررنا إلى الاتصال بالمطبع وإرسال نسخ أخرى جديدة لكي يحيي بها جلسة التوقيع ما ميز المعرض في هذا اليوم هي اللغة الإنجليزية بأنامل جزائرية روايات لشباب جزائري يحاول أن يخالف ما اعتادت عليه المكاتب الجزائرية للغة عالمية أشعار وروايات تحاول أن تبرز في ظل ظلام القلم كان صعباً بنسبة لي كتابتها ونشرها لقد عنيت كثيراً في كتابتها هي رواية تحكي قصة حب بين جزائرية وكوريا لقته في كوريا ولكن ليست كباقي القصص فقد وضعت قصتين في واحد أنا كنت من قبل أن نكتب ديما للشعر بس حمال جزائرية تسمى فرصة ونشرها هذه هي أول تجربة لي هنا مع دار المثق والحمد لله تسمى الكتاب رواي دار مبيعات مليحة اليوم هذا اللي راني شاركت فيه أنا ديجال لا سبيسياليتي تاية أونجلي قريطة لليتيراتير استدير من تريسي بلا نغانجلاز ولا لليتيراتير أنجلاز على هذه نكتب اللغة الإنجليزية ليبقى المعرض الدولي للكتاب بالجزائر يستقبل جمهوره لتوقيع قلم الإبداع ولقاء آخر لأوجه جديدة تحدت الأقلام القديمة من شهرة البيدي أف إلى سيلة إثبات بقوة أن الرواية بكل لغاتها تسلمها القلم الشاب واحتضنتها الشبيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر